أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من رئيس السيسي بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات في العام خلال السنوات القليلة القادمة كذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء والجهات ذات الصلة لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحيث تتضمن منح مميزات إضافية للمصدرين المصريين إلى أفريقيا كما أكد مدبولي حرصه على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية وصياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم وتم حتى الآن رد نحو 35 مليار جنيه للمصدرين